بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حلما رحمته وبركته من الآن إلى الآبات النمين بسفر الأشعر بالإسفحاح 14 آية 3 بيقول كده ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبت بها ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين أنا أريد في الدقائق البسيطة اللي أنا أتكلم معكم فيها أنا أجاب سؤال واحد بس إيه هو السؤال؟ هو أنا ليه أعيش معاه؟ بمعنى ثاني أنا ليه أعيش مع يسوع؟ بمعنى ثالث أنا ليه إيه في يسوعي؟ يعني إحنا عاملين خلوة وعملين كلامات وعملين تنزيم وعملين رايحين وعالتي هذه الأزمة كلها؟ أنتم أزمنها لماذا؟ ما هي الدنيا كانت تعيشة والدنيا ماشية؟ كنا كنا عايشين قبل كده عمرنا عادي يعني كنا نأكل ونشرب وننام ونفسح ونعمل كل شيء لماذا الأزمة في هذا؟ هو أن هذا اليوم الذي أريد أن أجاوبه وأريد أن أداد معكم فيه في دقائي لماذا أمشي معها؟ سأتحدث معكم في خمس نقاط فقط في هذه التركة كلها لماذا أمشي مع المسيح؟ لماذا أقبله لي كرب وكمخلص؟ ما نحن كلنا تعمدنا؟ كلنا فينا المسيح لكن ما أنا أريد أن أقوله لكم بكل بساطة أن الحياة الروحية أربع كلمات الحياة الروحية معرفة، إدراك، أتغير، فأغير في الناس الحوالية كلنا عارفين أن نحن متعمدين كلنا عارفين أن المسيح داخل قلوبنا كلنا عارفين أن أنا من 20 من 18 من 25 سنة نزلت في جوردن المعمودية وطلعت فصرت إنسان مسيحي عارف كده لكن ما نعمل له من دولة نحن نريد أن ندرك هذا الحق فأنا أعيش بالحق ما هذا؟ نحن متعمدين، نحن مسيحيين لكن تأخذ لي، هل هذه العناية مخصصة ليسوع؟ ترشم عليها الميرون فصرت مخصصة ليسوع فهل أنا عناية فعلا مخصصة ليسوع؟ أم أنا عناية تزوغ في أمور كثيرة؟ فكري بالكامل ترشمنا في وقت المعودية وقت الميرون ترشم عن نفوخ كل ما فيه فأنا فوق هذا ذهني وأفكاري هذا هو ملك المين؟ ملك يسوع لكن أنا ربما لم أدرك هذا الحقيقي وأعرف منين أنا أدركت هذا الأمر أو لم أدركتوه بأن أنا عيشه أو ليس عيشه فأنا أريد أن أتكلم معكم أنا ليه في مسيحي؟ ليه في يسوع؟ هو يدعوني أن أكمل بقية عمري وياها؟ يدعوني أكمل بقية عمري وياها؟ والحياة يحصلها تغيير بالكامل من حالة لحالة أنا كنت مدي ليسوع أفاية وكنت ماشي في الطريق النهاردة ومبارح والنهاردة ولسه متكملين في الخلوة دي كلها في الوقت ده هو أعمال بيخبط على باب قلبي بيخبط على باب قلبي عشان أعمل يوتيرني بالكامل وأمشي وراه في تباعية حقيقة أكمل وياها كل المشوار اللي فاضل في حياتي أجد أن كل الأمور كلها اختلفت من فوق لتحت رأسنا على العقب كما يقولون ما الذي سيحدث فيي لما أعيش وياها؟ أول آية أريد أن أرىها معاكم موجودة في كرونسوس الأولى كرونسوس الثانية 6 آية 18 يقول كده أكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يكون الرب القادر على كل شيء في المجتمع الذي نعيش فيه لما أروح أقول لحد أو قال الله أبويا لأن هناك حقيقة الله أبويا نحن عبيد لله العلي الجبار المتسلط على كل جنس البشر لأن هناك حتى أبويا محدش يدركها غير المخاصصين ليسوع محدش يدركها غير الذي سمعوا الصوت وقبلوا التبعية وقبلوا الدعوة منه هو يقول ماذا هنا في كرونسوس الثانية أكون لكم أبا أول شيء ستعود علي عندما أعيش معه هي شيء اسمها بناوية أنا هتمتع بأن أنا ابن لله الحي وبنت لله الحي ربما يكون أبويا مصدلية كل إحتياجاتي فأنا مش محتاج ربما يكون أبويا مطلع عيني فأنا مش مدرك يعني ايه كلمة أب لكن عندنا هذا الأب يتقاعي بين كسين يعني ايه أب سماوي يعني حماية يعني سند يعني أمان واختبر كده أب السماوي يعني حماية يعني سند يعني أمان وأكمل المشوار معاه في هذا الأمر أبويا بيحميني وأبويا بيسندني وأبويا بيعطيني أمان غير عادي كنت عمر ما دقته ربما يكون أبويا متوفي ربما يكون أبويا مسافر مهاجر ربما يكون أبويا مش فضيلة أبويا الأرضي لكن عندنا أب سماوي يقول أكون لك أب وأكون لك أب لكن أنا دوري في الحتة دي دوري أنا أوافق أنه يكون لي سند وحمايتي وأماني أرجوك وأرجوكي وأنت تسمعني وأنت تسمعني وبقية الكامبل وإحنا فيها دي كلها سيبك من كل خبرة روحية جاي بيها سيبك من كل دوشة أو شغبطة في نفوخي أو في قلبي من جوه ناحية يسوع المسيح يقول كده أكون لك أب فهو عايز يكون كده لماذا أعيش معاه؟ عشان أتمتع بالإبوديات وأتمتع بالبنوية ليه هو من الجعوة الأب البشري أيده لا تطلل أي شيء لكن الأب السماوي أيده لو أغزة طيلة تطول قديرة هذا الأب السماوي حماية من كل شيء دلوقتي وفي المستقبل وغاية آخر يوم في عمر يحميني من كل شر وشب شر هذا أب السماوي وهي الدين سند سندة آية التي تقول في المزامير أن أبي وأمي قد ترقاني ولكن رب يضمني يعني يحضني يعني يسندني يعني يأخذني في حضنه يأخذني في احتباطه ويكمل مع المشوار حماية وسند وأمان في وقت من مجد نحن نحن لن تشعر بأمان وليس أمان للنهاردة ولا أمان للبقاء ولا المستقبل لدى ملامح لكن عندما أدرك هذه الحقيقة حيث في حماية وفي سند وفي أمان الأمور مختلفة جداً أيضاً موجودة في يوحن الأولى 3 آية واحدة إنظروا أيّة محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله هذا اللقب الذي يدعونا به نحن أولاده ونحن بناته أيضاً موجودة كفاية الآياتين لكي لا نطور في هذه الحتة لكن هذا هو اللقب الذي يُعطيه لنا نحن أولاده ونحن بناته أول نقطة، لماذا أعيش معه؟ لأن أتمتع بالإبوة وأتمتع بالبنوية لهذا الأب الذي يوجد الحماية والسند والأمان أولاً نقطة، لماذا أعيش معه؟ لماذا أعيش معه؟ ما هي الحاجة التي ستعود علي عندما أعيش معه في هذه السكة؟ الآية التي قلتها معكم في البداية في الأشياء 14 آية 3 يقول كده يكون في يوم يريحك يا رب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبت بها؟ أول نقطة بناوية، ثاني نقطة حرية لما أعيش معه، ولما أدرك أنه هو أبوي ولما أقبل أنه هو الذي يكون قائد حياتي، هو يكون له رب ومخلص ومن هنا أو طالع، هو هو المالك علي ليس أي شيء، أعضاء أدية، أدية ليس بتحتي، ليس بتحتي، ليس بتحتي، ليس بتحتي هو فكري، ذهني، قلبي، مشاعري كلها، بقى بتحت هو فيحصل حرية، من كل عبودية قاسية، أنا استعبدت ليها عندما المسيح يدخل، ولكن ركز معنا في كلمة سأقول هذه عندما المسيح يدخل داخل القلب، يخبط في كل أساس الخطيئة داخلي عندما المسيح يدخل داخل، يخبط في أساسات الخطيئة التي أقالي فيها سنين و سنين عبد مزلول لها كنت أتخيل أن أتخلص من إباحية، من عادة، من غضب، من نرفازة، من روح انتقام من كبر، من ذات، من عند، من خوف ماليني، من شك ماليني، لكن وانس أن أنا أدركت الحق اللي لي، أنه هو أبوي، وأنا وافقت أن أنا أكون لي، وأنا وفقت أن من هنا أطالع عمري اللي جايدة ملكك أنت ما الذي يحصل؟ يدخل في اللحة الزادية، يدخل، يكسر، ويهبد، ويخبط، ويزلزل في كل أساس الخطيئة داخلي فأنا نفسي أنا أفقت، هو هذا الذي يقول عنه، يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبت بها لا يدخل فينا هنا، يعني لا يدخل في فترة من عمره، ربما يكون مزلول في خطيئة معينة كان أنا جاي أقول لك النهاردة، وفي المؤتمر اللي نحن فيها كلها، أنه يوجد نجاح، يوجد حرية، ويوجد راحة من العبودية، لا نعيش عمرنا كله عبيد، الخطيئة، لا، ليس هذا الذي لدينا، الذي لدينا في يوحنا 1-12، كل الذين يقبلوا أعطاهم سلطاناً أن يسيروا أولاد الله، نحن لدينا سلطان أولاد وبنات الله الذي يتكسر كل أساس الخطايا داخلنا، ولا نفسي بفوق، ولا نفسي بفوق أه، لسه ربما يكون بعرج، لكن ماذا؟ الأساس الدرب، تصور عمارة كبيرة برج ضخمة، 20-50 مئة دور، وأنت جيت في الأساس من تحته، دربت فيه، البرج لسه قائم، لكن خلاص خوخ، خوخ، في شوية درب زيادة، في شوية حياة مع يسوع زيادة، بجد، بإدراك، وليس فقط بمعرفة، كان مدرك، هذا الحق لنفس البرج، يوم ورا يوم انتهى، خلص، عندما اذهبت للشغالة في هذه السقف، لو شدت الفيشة بتاعتها، ستفضى تلف، الوقت، كم دقيقة، وقف، قفلت، فصلت، نفس الأمر كده، وانسي أن أدركت أنه أنا موافق، وأنا وفقت أن المسيح يكون لي رب ومخلص، وقبلت هذا الحق، ما الذي يحصل؟ الخطاة من داخلها تتزعزع، تتقصر، فلا لا يصبح لها السلطان علي، لا يصبح خايف منها، لكن إبليس الذي ترعب مني، لأنه لي السلطان أولاد الله، هو الذي ترعب مني، أنا الذي أخوفه، لا أخوفه، قبل كده كنت لم أعيش مثل الفار، أخاف، أستخبأ من أي شيء، فيما يتحق حاجم علي، فأنا لا أخاف، فتحق cuando جدت بقيated، أنا برعب، أنا الذي أخوف أقتحم، أنا الذي أخوف أقتحم، أنا الذي أخوف أزلزق، أنا الذي أخوف أهاجم، ليس أقف في مكان الدفاع، مثلا إبليس ي strong when I was dead with me، فأدفع عنه، لكن من هنا أخرج، أنا الذي أخبط في مملكة إبليس، من هنا أخرج، أنا الذي لديهكل السلطان، أنا أقوم بالحاياة وعقارب كل قوات العدو، أنا ليا في مسيحي حرية، ليا في مسيحي حرية من كل عبودية، من كل عبودية، ليس من حاجات وحاجات، هو القدير القادر على كل شيء، هو الأقوى، إبليس قوي، لكن ياسوعنا أقوى، أقوى، لكن أنا أحتاج أن أعيش هذا الحق، وأدوب في هذا الحق، وأستوعبه قوي 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 قوي، لا يعيش خايف، من هنا وطالع، إبليس يترعب مننا، لأن هنا سلطة أولاد الله، لأننا ندعى أولاد الله، أيها كمان موجودة في روميا 8، أيها 21، تقول كده، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتك من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله، ما هي حرية عادية؟ تحرية بمجد أولاد الله، هذا الذي لدينا في المسيح، هذا المراس الذي لدينا، الذي سوف نعيشه ونتمتع به، لكن ماذا حدث؟ إبليس، سرق هذه الأمور كلها مننا، فعيشنا طيهين، خايفين، مستعبدين لأمور كثيرة قوي، أين الحق؟ أين، 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 أين الحق؟ في النهاردة، في هذه الأيام، نعلن الحق بكل وضوح، أن الذي يمشي وراء يسوع هناك حرية، حيصو روح الرب فهناك حرية، ليس عبودية، ليس عبودية، ليس عبودية، يوم وراء يوم وشهر وراء شهر وراء سنة وراء سنة، ما هذا نفسي؟ ما هذا؟ ما هذا؟ آية الموجودة في يوحنة 1.5، الإنجلي من صليف سلاة باكر، النور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه، يعني ما الظلمة لم تدركه؟ يعني تهرب قدام النور، النور هذا يسوع المسيح، يأتي ينور في الظلمة، ماذا يحدث؟ الظلمة تهرب، مثل هذه القاعة التي نقوم بها، لو أنا قفلني النور، الظلمة، ولكن في أين سنة أخذت الكبس النور، النور ماذا؟ انتشر في القاعة، والظلمة ماذا؟ هربت، فالذي يحدث في هذه الأيام، من أن أصبح قابل وموافق أن يسوع يكون ربي ويكون مخلصي، ومشي وراء في التبعية، أن النور ينور، والنور ينور، ويجب أن تجد كل شيء يجب أن تقوم بها على حتة، يجب عليك أن تقوم بها حرية، يجب عليك أن تقوم بها من هذا الأمر، ويجب أن تقوم بها كل شيء يجب أن تقوم بها، ويجب أن يتحرك معي في سكة وفي تبعية، لغاية لأنني نفس في الآخر، ماذا؟ بقيت نور للعالم كله، كما قال، ليس مظلم، أنتعايش حياتي منور، مستمتع، فرحان، مليان حيوية وحماسة، نحن مبتوطين، مثل المبط، ول Chen myo فعلي mange حرية مجد أولاد الله والذي إعشان بطلاة مجد أولاد الله، لا تقوم بسطف كله إلى consistedة � Ikumi sets كان فيصار هنما ينام الخوش شور بدري، اما أنت، يا رب مgrad، أعمل ما يكن هذا النوار Ding لأنني لا تجدك به، هو أعمور في حرية مجد أولاد الله، استخد Had Tohara comarchal هو وفي كل حتة، لحضب بها كانت للأولاد، uled عن وجود، وهذا هو هو الأمر يجب لحرية مجد أولاد الله، ولكننا إبليس خطف عمرنا، خطف الحق الذي نعيشه، خطف الأمر الذي يعطينا له مراس ونوصله للآخرين. لنا في المسيح بنوية، كأولاد لي هو أب الحقيقي لنا. لنا في المسيح أيضا حرية. ثالثاً، والمراسة التي لنا في المسيح اسمها سلام. سلام، هو رئيس السلام. ولما يأتي يملك على القلوب، يُعطي سلام، ثلاثة أنواع من السلام. أول آية في هذا الأمر يقول ماذا؟ في رمية خمسة آية واحد في إسكتة بررنا بالإيمان. لنا سلام ماذا؟ مع الله، سأعيش مع الله، ليس خايف منه، ليس أجري منه، لكن سأجري عليه، وهذا السلام الذي لنا. عندما أدرك أنه هو أبويا وإبننا بنتي لي، وأوافق على هذا كل شيء، ليس أجري منه، لكن ليس أخاف منه، لكن ليس أخاف منه، لكن ليس سلام مع الله، ليس أجري منه، لكن أجري عليه، لأنه هو حماية والسند والأمان، فأجري عليه، يا أبويا أنا وقعت، يا أبويا أنا خايف، يا أبويا أنا مقيد، أجري عليه، فيعمل ينقيني، ليس أجري منه، وقت الأزمات، ربما في المجتمع نحن عايشين فيه، يحاولون أن نهرب منه، لا لا، يهرب منه، وهي أفعل لي ما يعني، لكننا لا يحتاجون أن نترمي فيه أكثر، وقت لما أكون أنا في أكستريم عنيف من الخطايا ومن اللغبطة، ساعات يتقلن وإحنا صغيرين، عما تنظف تبقتي الكنيسة، الكنيسة هي مستشفى الخطاء، الكنيسة هي مكان نشفى فيه، ومسيحنا هو مكان مريح للتعابة، لكن أنا أقول لك أنا أجري منه، ولا ستتحرر، ولا ستنال أي حرية، ولا أي سلام، ولا أي فرحة بعيدة عنه، كان جاي أترمي في حدنه، أترمي في حدنه، أنا أريدك، أنا أريدك، أنا أريد أن تعمل فيه شيء مختلف، هذا ما يجب علينا فيه، لينا سلام مع الله، لينا أيضا سلام، يقول في كلوسي 3 آية 15، يقول كده ليملك في قلوبكم سلام الله، الذي إليه دعيتم في جسد واحد، يملأ قلبي سلام غير عادي، طمأنينة غير عادية، ده اللي، ده اللي أنا دعيت إليه، ليس الخوف، ولا أنا أعايش حياتي، مرعوب، مرعوب من بكرة، مرعوب من السنين الجاية، مرعوب من شغلانة جيدة، مرعوب من دخل جيد، مرعوب من عروسة، عريس، مرعوب من حياة كريمة أعيشها، ليس هذا اللي أنا، الآية الموجودة في المزمور 29، يقولون يعطي عزة لشعبه، نعيش مرفوعين الراس، هذا اللي أنا، يملأ قلبي بسلام غير عادي، يملأ نفسي أنا، عايف، عارف عيش، عارف عيش، ساعات يا إخواتي، الخوف بيشلنا، يحصل شلل، يحصل فريزنج الحياة، أنا خايفة، الخوف ده متوحش، لأباقي يعلمونا، ثلاث خطايا بنتحارب بيها، خوف وشك وشهوة، فالخوف ده عنيف جدا، حرب عنيفة، يعني، عندما تتملك من واحدة أو من واحد، أنا عايش أيامي كلها بخوف، لا أعرف عيش، لا أعرف، يعني أشيال راسي، لا أعرف خايفة، كان بخوف مليني، عندما أقبله يعطيني سلام، يعطيني سلام، هو ملك السلام. كما نصل في كل أبونا في كل قشية، في كل عشية، في كل بصلاة باكر، في كل أداسة، يا ملك السلام، أعطينا سلامك، كرر لنا سلامك، هي ليست تعويذة نحن نقولها، لكن هو ملك السلام، هو رئيس السلام. عندما أعيش معه، أتمتع بالمراس الذي أريد أن أعيشه. لا أتكلم عن كلام مجانين، أتكلم عن كلام عاشد ذلك. كان بابا، الله يرحمه، وكان يذهب من الأدورة وفي ذكر الأسماء، يعني نقعد هناك مع تمافق أمنا رهبة في المضيفة معها. كنت من روح كل عاشر أيام، كل أسبوعين كانت لدينا عادة. وبعد ذلك، كنت في وقتها في الثاني عدادي أو الثالثة عدادي، كان هذا من 25 سنة مثلاً. كنت من سنة هذه الزيارة من الأسبوع إلى الأسبوع، من الشهر إلى الشهر، كنت متيم جداً بالزيارة. كنت أن أدخل المكان الذي أعطيه مع هذه الرهبة، أحس بسلام غير عادي، كنت أعيش صغيراً عادياً. كنت أدخل جسمي كله أشعر، أحس برهبة، أحس بسلام، كنت أريد أن أمشي من هذا المكان كله، وكل ذلك، وليس لم تخرج من جوه. أولاً عندما تخرج من جوه وتقعد معنا، أنا أقعد، أتنطط، ولغاية دلوقتي بعد 5 أو 20 سنة، أنا أفاك الأحاسيس دي كلها، كنت نائلة لحضور الله، كنت نائلة لسلام الله. ما هذا هو الذي لدينا في المسيح؟ هي أدركت أمنا وهو أمس واليوم وللأبد، لا يوجد ناس وناس على فكر، الحق الذي هناك للكل، لكن لدينا حق نعيش كده؟ نعيش نتميلي بسلام غير عادي، سلام غير عادي، يملك في قلوبكم سلام الله. في الآية اللي موجودة في فليبي، سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، يفوق كل عقل، هذا اللي لدينا في المسيح، يحفظ قلبي ويحفظ فكري فيه، فلا نفسي أنا متمتع بسلام غير عادي، الدنيا تتشال، تتحطي حوالي، ليس بارد أنا، لكن متطمن بسلام إلهي عجيب، ليس شخص بقى عندي لا مبلاء لو مواغزة، ليس هو هذا لو يقصده، ليس شخص لو عايش في حياتي ودرب الدنيا تناشر، ليس هذا، لكن أنا متمتع بسلام، أنا عارف وواسق بمين أمانت، أنا ممكن، أنا ومشي ورا مين، متأكد أنا اتبعت مين، ومشي ورا مين في التبعية، وموافق وقبلت مين أن يكون يا رب ومخلص، فهو الأب الذي فيه الحماية والسند والأمان. ثالث نقطة في هذا السلام، أتمتع أيضاً بسلام وسل الناس الحوالية، وسل الناس الحوالية، أرى عندي سلام مع الله، سلام مع نفسي ويملك في قلبي سلام غير عادي، ونتيجة هذه الأمور كلها، يعني السلام الله، والسلام النفسي يساوي إيه؟ سلام وسل الناس الحوالية، أعيش في علاقات صحية آمنة، في عائلتي، في أسرتي، أصحابي، أصدقائي، في قدام في المستقبل، مع الزوجة بتاعتي في المستقبل، مع خطيبي وجوزي في المستقبل، تبقى علاقات كلها مضبوطة، ليس الهاري الذي نسمع فيه كله، لا، الدنيا زبطت كلها، بسبب ماذا؟ أن أنا وفقت من هنا وطالع، هذا هو أبويا، هذا هو الأونر على كل شيء فيه، عندما أعيش معه، أحصل ماذا؟ أتمتع ببنوية، وأتمتع بحرية، وأتمتع أيضاً بسلام غير عادي، فأنا نقطتين، ونخلص الرابعة، عندما أوافق أنه يكون أبويا وملكيا، ما الذي يحدث؟ من هنا وطالع، أنا أمشي معه في معيّة حقيقية، ما معيّة؟ أنا وهو مع بعض باستمرار، أنت موافق أروحي في مشوار الفلاني، لا، لماذا؟ أنت موافق أشتغل الشغل الفلانية، أنت موافق على عريس الفلاني، أنت موافق أسافر السفرية الفلانية، فأسمع صوته خرافي، تسمع صوتي، خرافه مين؟ الذي قابله أنه يكون لهم مخلص، فلسطوب فقط، فأنا موافق أنه يكون أبويا ومخلصي، فما الذي يحدث؟ فأتمتع معه بمعيّة غير عادية، فوسط الأزمات، ما معيّة أمان، سنة حماية، قبل ذلك، فأنا كنت أعرف أنه يكون ذلك، ولكن لم تكن مدرك، ماذا أدرك؟ فقط، إدراك، يعني، الفراسي ينزل في جوه قلبي، هذا الإدراك، معلومات حشوة هنا، وأننا في مدارس الأحد، قال الله أبويا، يا الله حبيبي، والله معايا، والله أبي يعطيني سلام، وأبونا عمال بيهري، يا ملك السلام، يعطينا سلامك، في كل أداس وفي كل عشية، وفي كل مناسبة كنسية، لماذا النهار؟ وأنا في الآلندا خالص، فالإدراك، ما هو؟ أشياء كلها تنزل من النفوخ للعمق القلب داخل، فما تجري داخل؟ أنا نفسي، أنا عايش، أدركت معي حقيقة معاها، ثلاث فتية، فوقتون النار، هم معيش يعني، لا أحد ترعب، يعني، شيء ترعب، لكن النار اللي ترموه فيها، الناس اللي رموهم، تحرقوا، وماتوا، هم، اختبروا معي غير عادية، كمعهم الرابع، الشباب، فهو، هو ده اللينا، آه، في وقت الأزمات، هختبر، ما زي ماشيني، فوق مرتفعاتي، وفوق مطبطة، اللي أنا هعديها، يقق معي، جنبي، صديق منتصف الليل، صديق القلزك من الأخ، جنبي، بس تشيله في كل معلومة، هو كده، عنده مشهورة، لحياتي، عنده هداية، لحياتي، عنده فيجن، عنده رؤية لحياتي، ونفسي بكبر معاه، في معي غير عادية، كل ده يحصل، إمتى؟ لما أنا أدرك، إن هو أبوي، وبقى وافق، على الحق ده، يا رب من فضلك، أنا خلاص، أنا أريد أن أعيش لك، العمر اللي جاي، ليك أنت، ليس لأي حاجة تانية، رب أنا توهد الأيام اللي فاتت، حياتي كانت، كمة العك، عنيف من الضياعة، كوكتيل، من الخطايا، مش فاكر، عملت إيه، ما عملتش إيه، من كوكتل البلاوة اللي أنا عملتها، عملت كل حاجة، ولكن أنا أراجع لك، هذه الأيام لك، لكي نفسي أعيش كده، نفسي أتمتع معك ببنوية، فيها حماية، وسند، وأمان، نفسي أتمتع معك بحرية، وتحرر، وتفك، وتخبط في الأساسات اللي فيها، يا رب، هناك جدور عنيفة في الخطايا، هناك خطايا ممكن تخلص على طول، هناك شيئات عنيفة جداً جوايا، فما خبط فيها، يخبط، ولا نفسي تحررت، فقت، فقت، ما أنا فيه، فقت، 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 تحررت، ما أنا فيه، هذا كله، هو دليلية، أتمتع بسلام غير عادي، دينة تشارط حوالي، لكن أنا، عايش في سلام، عميق، جوا مالي قلبي، وأجناء أتمتع بمعية حقيقة، في كل المشروع الحياتي، آخر حاجة، نختم معاكم بها، أنا كده قلت، أتمتع معابو بنوية، بحرية، بسلام غير عادي، وأيضاً بمعية، معاه في كل مشوار في حياتي، من هنا وطالق، وآخر حاجة، ودية، أنا هتمتع معاه، بإيه، في الأبدية، أيتين هقرأهم معاكم، ويعني، يقولون كده في روميا ستة، تلاتة وعشرين، أجرة الخطيئة هي موت، أما هبت الله، فهي حياة أبدية، بالمسيح يسوع ربنا، يعني كلمة هبة، يعني حاجة عطية مجانية، تمام، هبت الله، فهي حياة أبدية، أجرة الخطيئة موت، نتيجة الخطيئة موت، لماذا موت؟ أن الخطيئة، ينقصنا الانفصال عن الله، والله هو الحياة، وانفصاله عن الحياة، بيكون موت، أما هبت الله، فهي حياة أبدية، حاجة مجانية، هو يعطيها لنا، يعطيها لمين؟ لأولاده، وبناته، اللي عايشين بالحق، اللي عايشين بالحق، أيها كمان موجودة في روميا 8-17، فإن كنا أولادا، فإننا ورص أيضا، ورص لله، ووارسون مع المسيح، كنا أولاد، فإننا ورصا، بحق إلينا، الأبدية، لا تخف أيها القطعة، يا سيد، أن أباكم، كانت سرّة أن يعطيكم الملكوت، لا تخذت شبالكم من هذه الآية، وليه حتى أباكم، لا يمكنكم أن أضع إلهكم، ربكم، خلقكم، لا تخف أيها القطعة، أن أباكم، كانت سرّة أن يعطيكم الملكوت، لأنه هو أب، أبويا، لأنه هو أبويا، فهذا كله، نتيجة أنه هو أبويا، فإننا أولادا لي، فإننا ورصا، لا يعيشون بقى بالحق ده، سيفضل يدور عليه لغة آخر يوم في عمري، لكن أنا فقط البنوية، فقط العلاقة اللي بيني وبيني، وصوته لي، في طول أيام حياتي، ورئيتي لي، ومشئته الصالحة لي، كل هذا أنا لم أتمتحتش به، لم أتمتحتش بسلام، لم أتمتحتش بفرحة، أمور كثيرة ممكن نتكلم فيها، للصبح، لكن أنا، ده اللي لي فيه، اللي لي فيه، اللي لي فيه، من فضلك ومن فضلك، بلاش نطلع ونرجع من خلوة دية، زي ما إحنا، محدش أعتقد الأباء، وإحنا كلنا، محدش هنا، بيكون موجود صدفة، كان موجود لغرض إلهي، هو خلقني من أجله، كان موجود هنا لغرض، يكون هناك دوافع مختلفة، لكن أنت هناك، هذا هو وقت الله يريد أن يرسل لك كلام واضح من عنده، ويرسل لك دعوة حقيقة، ويمتعك بهذا المراسل الذي لك، وليك، بنوية، حرية، سلام، معية، وأبدية، هذا اللي لينا فيه، وإلهنا كل المجد والكرامة، إلى الأبد، أمين، بؤية، وimentos، باتنة، ومشن، ومشن، أمين، ومشن، ومشن، الجمع، ومشن، ومشن، ومشن،